الحرف التراثية صناعة العكاز يدويا واحدة من الحرف التراثية النادرة في نهاية شارع الحبوبي قرب منطقة الدب يقع محل السيد غالب الياسري المختص بهذه الحرفة بعد ان كان صاغ للذهب ليتحول صاغ للعكاز في مكان لا يتجاوز المترين يقوم بهذه الاعمال وبحرفة عالية جدا انا بالسبعينيات كانت صائغ مالذهب بعدين الصياغة عن قديم يعني قلت خلنا اسوي لي فتشغلة حلوة ظلت اشتغل بهاي الشغلات مال العوشية فبديت بعمل العوشية طبعا العوشية هي هاي انا اسويها انا ارتبها من انتورنا الى صياغة الى فضة كلها بيدي انا اكملها والحمد لله والشكر قاعد يعني تمشي عدنا وما يشير امور الحمد لله والشكر بس المشكلة ما اكو دعم عدنا احنا ناس فنانين على الفطرة يعني ما اكو لا دعم مادي ولا دعم معنا ودوم نحتيها بالقنوات فاكو فنانين هواي ناس على الفطرة شون يعني مثل ما يقول منسين ويتم صناعة العكاز يدويا بالكامل وبمواد تصنيع خام وتحدث ابناء الناصري عن هذه الحرفة وجمالها واهمية احياء التراث هاي مثلا مادة الصاج هاي صاج وهذا صفر برنج هذا انا اصبه اعيني واكمله واشرخه بالتورنة من التورنة انه بسوي شغلة فضة هاي هسا فضة صير عوتي يعني نجيب نو بنجيب لها خشبة صاج بورني ولكن بعض الاشخاص بالناصرية احيوها مجددا وهي مهنة التراث عمل التراث عمل التحفيات وعمل هذه هذا العمل يرجعنا لزمن مضى عليه ولكن بحداثه وتجريد من هذا العمل من هذا الانسان وهو سيد غالب يعطينا انه يذكرنا في الزمان السابق من صياغة الذهب وصولا لصناعة العكاز هذه الحرفة الجميلة التي تعتمد على موهبة الفن الفطرية والتي نشم بها عطر الزمن الجميل لقناة وانيو سار شنون الناصري